السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة السوبروان التعليمية اليوم لدينا الجزء الثاني من الاعداد الى 999999 على الصفحة 58 من كتاب الانشطة للرياضية للسنة الثالثة ابتدائي اذا نبدأ بالتمرين الاول قال اربط بين العدد ومفكوكه النموذجي معناها العدد مع التفكيك التاعو اربط بين العدد ومفكوكه النموذجي اذا هنا عندنا مجموعة من الاعداد وهنا مجموعة من التفكيكات نشوفوا هذا التفكيك 50 ألف خمسة آلاف مئة عشرون ثلاث اذا نشوفوا كل مرتبة هذه مرتبة عشرات الآلاف ومرتبة الألف اذا تصبح 55 ألف ومئة وثلاثة وعشرون اذا 55 ألف ومئة وثلاثة وعشرون اذا نربطها بهذا ثم في العدد الموالي عندنا واحد في عشرة آلاف زائد اثنان في ألف هنا عشرة آلاف وهنا اثنان في ألف تصبح ألفان إذن اثنى عشر ألف واربعمائة وسبعون إذن هنا عشرة آلاف هنا ألفان إذن تصبح اثنى عشر ألف المئات أربعة العشرات سبعون إذن نقولوا اثنى عشر ألف واربعمائة وسبعون 12.470 هنا 60.010.9 إذن تصبح 60.019 60.019 2 في 10.000 تصبح 20.000 زائد 1 في 1.000 هي 1.000 زائد 4 في 100 هي 400 إذن نقول 20.000 21.000 407 إذن 21.000 407 في العدد المولي عنا 40.000 3.897 إذن نقول 43.897 إذن 43.897 في المثال الثاني أو 80 ثاني قال أكمل حسب المثال عنا جزئين الجزء الأول قام بالتفكيك فقط تفكيك إذن عنا 51.708 شلعنا عشرة الألف عنا خمسة إذن نقول 50.000 زائد 1.000 زائد 700 زائد عشرة مكاش الوحدة الثمانية إذن زائد ثمانية ثم نقول 99.000 إذن 90.000 زائد 9.000 زائد 900 زائد 90 زائد 9 ثم عندنا عشرة ألاف وواحد إذن عندنا عشرة ألاف زائد هذا جاء أصفار إلى غاية الوحد زائد وحد مفروم الآن عنا تفكيك لكن باستعمال عملية الضرب إذن عنا 51.708 كيف نقول نقول 5 في عشرة آلاف زائد 1 في ألف زائد 7 في مئة زائد العشرة مكش الوحد 8 زائد 8 في العدد الموالي عنا 9 في عشرة ألاف زائد ثم العدد الثاني 9 في ألف ثم العدد الثالث 9 في مئة ثم العدد الرابع زائد زائد في عشرة والعدد الأخير زائد 9 لأننا عشرة آلاف وواحد إذن نقول 1 في عشرة آلاف زائد الآلاف سفر المئات سفر العشرة سفر زائد واحد في الثمانين ثالث قال بين المرتبة التي يمثلها الرقم خمسة في الأعداد الآتية نشوف وراه المرتبة هنا 70 548 إذن هنا عنا وحدات عشرات مئات إذن مرتبة المئات أو نقول رقم المئات استخرجي رقم المئات هنا عندنا رقم مئات و 5 مرتبة هنا عندنا وحدات عشرات مئات وحدات الآلاف عشرات الآلاف مرتبة عشرات الآلاف هنا عندنا مرتبة قلنا وحدات عشرات مئات آلاف إذن مرتبة الآلاف أو وحدات الألف عفوا مرتبة وحدات الألف اللي هنا قال بين المرتبة التي يمثلها الرقم سفرة في الأعداد الآتية إذن السفرة هنا عنا وحدات عشرة إذن مرتبة العشرة هنا مرتبة قلنا وحدات عشرات مئات وحدات الألف مرتبة وحدات الألف وهنا وحدات عشرات مئات إذن مرتبة المئات الآن قال أكمل فراغ بالعدد المناسب أضيف مئتان واربعون عشرة إلى عشرة ألاف وخمشمئة وتسعة وأربعون أتحصل على إذن قال أضيف مئتان واربعون عشرة معناها مضروبة في عشرة معناها نزيد لها صفر إذن تبدأ ألفان وأربعون مئة كيف يزيد لها ألفان وأربعون مئة؟ شا تزيد؟ يبقى هنا نفس الوحدات نفس العشرات المئات تزيد لها أربعة إذن تصبحنا تسعة الآلاف زيد لها ألفان وأربعون لأنقل أضيف أربع وشرون مئة معناها أربع وشرون في مئة لهي ألفان وأربعون مئة إلى أتحصل على العدد إثنى عشر ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون إذن شا نزيد لها باش نتلقى العدد هذا نحو ألفان وأربعون مئة إذن نزيد لها ألف عشرة آلاف هنا صفر نحو ألفان من هذه سبعا نحو هنا أربعة إذن نزيد لها ثلاثة ثلاثة اثنان إذن أضيف أربع وشرمائة إلى عشرة آلاف وثلاثمائة واثنان وثلاثون أتحصل على إثنى عشر ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون الآن أضيف كم من الآلاف إلى واحد وعربعون ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون أتحصل على سبعة وأربعون ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون إذن الوحدات قطية العشرات قطية المئات قط نفسها المئات الآلاف كانت واحد بدأت سبعة إذن تم إضافة ستة آلاف أضيف ستة آلاف أتحصل على هذا العدد أضيفه كم من ألف إلى عشرة آلاف أتحصل على تسعون ألف إذن شحل العدد الأول العدد الأول رأى تسعة كان شحل كان واحد إذن تم إضافة ثمانون ثمانون ألفا إلى عشرة آلاف أتحصل على تسعون ألف إلى هناك وخرز معنا الفيديو لنهار اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته